مواجهات متنوعة ما بين قوية وسهلة لأندية الدور الممتاز أسفرت عنها قرعة دور الاثنين وثلاثين من كأس مصر التي أقيمت السبت بمقر اتحاد الكرة القرعة أوقعت أربعة فرق من الدور الممتاز وجها لوجه في هذا الدور حيث يلعب غزل المحلة مع إيسترين كامباني وسيراميكا مع الاتحاد السكندري فيما تجمع باقي المباريات بناد من الدور الممتاز مع آخر من القسم الثاني أو الثالث في الوقت الذي يلعب فيه الأهل مع المصري بالسلوم والزمالك مع الدخلية تقام مباريات دور الاثنين وثلاثين في الفترة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من مارس المقبل على أن تكون هناك قرعة جديدة عقب انتهاء مباريات هذا الدور لمعرفة مواجهات دور الستة عشر حتى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء نظام القرعة الموجهة التي كان يتم اللجوء إليها في النسخ الماضي من المسابقة يا أعلم بحضراتكم مشرفني ونورني في هذه الفقرة اتنين من الأعزاء جداً وليد حديدي وأحمد جهري وليد مشرف ومنور مساء الفل أخبرك أخبرك ولا بينا صباح الفل يا صباح الفل عليك أخبرك أحمد مشرف ومنور كريم ربنا خليك كالعادة ربنا خليك كل طمام زي الفل الحمد لله طيب وليد إيه رأيك نبدأ بمطش الأهلي يلا الأهلي والهلال الأهلي أنا قلت النهارطلة في الانترو كده حاجة إنه نيش تشوف الأهلي زي منشستر سيتي وباريس سان جرمان اللي هو نازل بيأكل أي خصم الكورة بلغة الكورة يعني اللي هو أنا نازل بهاجم ونازل بضغط ونازل وزانق الفرقة التانية في منطقة جزائها نفسي شوف اللقطة دي من الأهلي الأهلي اتخطف بمحاول المباراة يعني إحنا برضو لسه عندنا المشكلة كمصريين إنه إحنا بنتأثر بالأجواء وهم جربوا يعملوا ده في السودان فيه من موسمين فاتوا ونجحي طيب ما كانش فيه جمهور بس محاول المباراة خلى الأهلي نازل بعيد عن التركيز شوية متخيل إنه هيلاقي صعوبات متخيل إنه فيه أزمة في المطش معنى المطش كان سهلي جداً الهلال مش فرقة تقيلة كان سهل إن النادي الأهلي يكسب المباراة لو عنده تارجة الفوز أعتقد إن نقطة لو بتتكلم بشكل عام وسريعاً هي نقطة مفيدة للنادي الأهلي لكن كان بالإمكان أفضل مما كان بكل تأكيد طيب أحمد رأي كيف اللي حصل فيه مباراة الأهلي والهلال الأهلي كرة واحدة في الدعاية الأخيرة تصريبها بتاعت أفشا في الآية غير كده بلا فرص خطيرة صحيح هو ما كانش عليه كمان فرص خطيرة بس طبيعاً إن الأهلي قدامي الهلال هو اللي يعمل فرص أكتر من فرصة خطيرة منتفهم معك جداً ومباراة شفتها متوسطة الأداء من الأهلي ولو تفتكر آخر الحلقة كنت موجود معك كريم إنه مسلمان يحيرنا يعني أنت أنسى بشكل أنت لعبت به 3-4-3 والتشكيل الأول لما نزل تخيلت إن حمدي فتح يبقى موجود هو ثالث وسط أخصوصاً إنه عمينا مشوية زي بدر بنون فكرة إن أنا لعيب كرة وأقدر أطلع بالكرة كويس فيعملها بشكل يعني سهل لقيتنا إن طيب لما لقينا إن حمدي فتح بيلعب جنب السولية وديانج يعني معناها إنه عايز سيطر على نص الملعب كان أنا فيه برضو رقم كده وقفت عنده وكان بالنسبة لي أنا شفت إن مسماني أنت عايز تعمل حاجة بس ما حصلتش يمكن إحنا لو هنعرضوا إن الكورة اللي استخلاص اللي قدروا السلاسي بتاع وسط الملعب إنه هم ياخدوها هي دي اللي عملت المشكلة إن الاستحواز إنت أول كلام قلتوا إيه الأبرهند مع مين؟ مع نفول تبقى مع نالد الأهل ده ما شفناهوش العكس هو اللي حصل إن لأ خمسين خمسين بنتكلم مثلاً على هنا التوتل ياسر إبراهيم علي معلول أكتر لعيبة هي قطعت الكورة تعال بقى بص على نص الملعب متكلم حمدي فتحي سبع كورات بس ديانج ست كورات عمر السلاية أربع كورات السلاسي ده الطبيعي إنه هم اللي اتنين يبقوا معاديين الرقم خمسة وعشرين كورة لو أنا عايز أستحوز سبق كورة تانية أو أن أنا أقطع كورات لكن الرقم ده يدل على إن يعني الأرقام كلها اللي هي علي عن مين؟ عندي ياسر إبراهيم علي معلول محمد عبد المناء وده أصلاً ده شغلهم الطبيعي لكن نص الملعب عملية الكورة التانية والافتكاك وده برضو على فاكرة لما هنتكلم على الزمالك هتلاقي إن دي كانت مشكلة النهاردة وانتكلم فعي أبيها في تفاصيل فكنت شايف إن ده نقطة كانت مهمة جداً إن خسرت الأهلي السيطرة على نص الملعب خصوصاً أنت في المباراة اللي دي تفاصيل شغيرة إن تسيطر على الكورة تانية عشان لو هتلعب على عملية ترانزيشن وإن أنت تلعب على مرتدة حاجات دي بتفرق معاك قوي أعتقد السلاي وحمدي فاتحي وده خبر قلته النهاردة لليما مش هباب وجنيه في مباراة مصر في المكاسة يوم الثلاثة اللي اتنين منحكين بدنياً جداً جداً فأنا أعتقد هيرجع لخطته الأديبة اللي هي الثلاثة هيلعب بتلاتة تخيولي ممكن عبد المنعم يلعب له الحتة بتاعت حمدي فاتحي اللي ما بين السردبكين ويبقى فيه أفشة يرجع تاني اللي هو يلعب في الحتة اللي مع ديانج إن هو يلعب زي ما لعب يفكس على مقندية أصاد منتيري أفشة لما يلعب تمانية بيبقى مفيد؟ هو يعني محتاجي يطور نفسه في الحتة دي مشكلته مع كيروش إنه ما بيعرفش يقوم بالواجبات الدفاعية في مركز تمانية حتى لما لعب تمانية في المباراة الأولى مع منتيري أدى دوره الهجومي فيها لكن دوره الدفاع ما كانش واضح ديانج لحي تحمل المسئولية كاملة في خط الوسط حتى تدخلات أفشة لما كان بيحاول يساعد وتركيره كانت تدخلات كلها عنه فكان ممكن جدا يضطرد المباراة دي للأسف أفشة حد دلوقتي عنده مشكلة كانت مع كيروش وأصبحت كمان مع موسيماني في الطريقة اللي بقى بيلعب بها موسيماني الثلاثة أربعة ثلاثة أفشة دوره مش واضح أربعة ثلاثة ثلاثة أو الثلاثة أربعة ثلاثة وتفر أي طريقة ما فيهاش لعب عشرة مش أربعة ثلاثة واحد مش أربعة ثلاثة واحد أفشة عنده مشكلة فيها مش عيب إن اللعب يطور من نفسه ويسد النواقص بتاعته أفشة المفترض إنه لعب زكي وقدر يعمل ده كريستانو رونالدو لحد النهاردة بيطور من نفسه كمحمد صلاح لحد النهاردة بيطور من نفسه ففي العالم كله ده منطقي وطبيعي لو عايزي لقي له دور لأنه واضح إنه خلاص بقى دي فلسافة موسيماني في الفترة الجاية وهي فلسافة كيروش مش هتتغاية لو كيروش يكمل معنا إن شاء الله لحد كاس عالم هيكون فيه مشروع طويل الأجل معاه فبالتالي أفشة ممكن جدا يلاقي نفسه بره منتخب مصر وإحتياطي في النهاردة الأهلي خصوصا مع تقلق لعب زي أحمد عبدالقادر اللي بيعرف فيه لعب جناح وبيعرف فيه لعب عشر عارف الفكرة فيه إنه الناس مش قادر أو حتى اللاعبين فكرة صنع الألعاب باللغة القديمة رقم عشر البليميكر ده خلاص موجودة في أي فريق كبير طيب كاس مع الفارق يعني شامحاتش يقول لي بقارن ومقارنة يعني مودريتش كان لعب رقم عشرة بس خلاص تأقلم مع فكرة نايوة رقم تمانية مع ريال مدريت وزيل مسعودي وزيل فيه دلوقتي وزيل في أرسنل الرجل لما جيه أرتتا خلاص أنا غير طريقة اللعب بالزبط يجي جناح ما نفعش يجي لعب مهاجم تاني ما ينفع هو قبلها وناي أمري يعني هو الحتة دي خلاص ما بقاش في حد دلوقتي بيلعب عشرة انت بتبقى معتمد على النمرة ثمانية أكتر اللي هو عشرة وإيه يعني يعني حتى تبليه ميكر وإيه يعني لو أفاكر زيناك يقول لك حاز إمام وليد صراحة الدين لأ اديهم الكرة عشان يبصوها ويدي السروب كلام ده اللعب اللي هو بدور واحد ده ما بقاش موجود في المرعة تغالى اللعب بقتها تربعة دوار طيب الزمالك النهاردة جهري تفاجأنا بتغيير طريقة اللعب المستوى زي ما هو ربما يمكن أقل كمان من مباراة بيترو أتليتكو وإداء غريب من كرتيرون أنا حتى كنت بتكلم النهاردة ماله كرتيرون نحن منتكلم قدام مدرب السنة اللي فاتت كان مدرب جيد مع الزمان اللي كو يدري يكسب بيهم الدول بداية الموسم كيت جيدة الكرتيرون إيه اللي تغير؟ اللي تغير في رأيي أن هي الموضوع أكيوميليتف يعني تركم أنت كل شوية بتنقص حتة كريدت فني مع الفرقة وثقة مع الجمهور طبعا فوصلتك للحالة اللي أنت واصل بها النهاردة اللي أنت بيتشواصل في نفسك بزبط كده انت لو تكلمنا النهاردة ولو فصصنا كده حتى إحنا كنا بنتكلم برا الهواء أنا ووليد انت بتعمل الحاجة وعكسها النهاردة حتى في الموضوع نتكلم هو حطت في يعني انت لو بصيت على التشكيل بطريقة اللعب هو عنده غلطة في كل خط ممكن برضه نتكلم فيها تعال نمشوا واحد واحد طيب يعني مبدأية أنت لعبت النهاردة بالثلاثي اللي هو حمود علاء عبدالغاني والوينش في الخطة الجديدة نعم تنسيت خط ده الروتيشن الكارسة اللي هي من الأزلية أنت بتعمل الروتيشن في حراسة المرمى وده أساسا ما يحصل بسرح نتكلم ان انت خط الدفاع خط الدفاع هنروح على التلاتة في أي فرقة دلوتي بتلعب في أوروبا في تلاتة التلاتة ما ينفعش يبقى تلاتة سردباكات لازم عندي واحد منهم بيبقى باك عنده مواصفات أنه يقدر يلعب لي سردباك عشان لما يجي أعمل استراتشنج وأنا بدني يطلع بالكورة أو بيعمل استراتشنج كده بيبقى باك رايت أو باك لفت عشان أكمل أحب أشرح للناس بالتبسيل تمام تقصد بالتلاتة إنه يبقى فيهم باك مثلا اللي هو زي مثلا يعني زي الأهلي أيمن أشرف مثلا ممكن ياخد الليفت باك أو زي الأيسر لما علم معلومة هو متقدم تمام لكن التلاتة اللي كانوا موجودين النهاردة في الزمائج التلاتة فلات يعني التلاتة هم مدافعين حقيين سنتر باكس حقيين مخلومش واحد ينفع يمين يمين أو شمال تمام طيب أو إنه هلعب بتلات سردباكات بس عندي اتنين منهم الاتنين اللي على الأطراف دول واحد منهم على الأقل يكون بيعرف يطلع بالكرة في عمليات البناء يساعدني والرجل اللي في النص ده يعرف يبنتريت من النص أو إنه هو يعمل لي حل بكرة طويلة وده ما شفناهش النهاردة طيب أنا بلعب بالتل برضو أنا هعرض برضو رقم بالنسبة لي الطبيعي إن الخطة دي ده معو أنا برضو قناعاتي إنك لما تلعب بشكل رقمي هتطبقوا إزاي يا كريم دي أهم حاجة طيب في حتة تانية برضو أنا أحابب إنه إحنا نعرضها الطبيعي لما يجي بلعب لأ مش بالبولو أنا عايز أتكلم على فكرة الكروسات نعرض الأول الكروس الطبيعي الخطة دي إن أنا المفروض بشتغل من على الأطراف مزبوك كده أنا مدي حرية للطرفين بتوع عشان يشتغل طيب نجيب اللي هي العرضيات بص العرضيات مين أكتر لعيب النهاردة يشتغل عرضيات شي كبير من الأوبن بلاي من اللي عمل مفتوح عمل ثلاث عرضيات والكرانر والفاولات ثلاثة كورنر وأربع فاولات حوالي المنطقة يعني طيب المفروض بقى إن أنا أشوف إن فتوح هو اللي طالع وهو بيشتغل زي ما كان بيعمل مع كراش أو الطبيعي إن فتوح هو اللي يشتغل حمزة المسلوسي أشوف إنه هو مكمل وبيعمل طيب حمزة المسلوسي عامل أوفر واحد وأبو الفتوح عامل أوفرين ده ما هو الفكرة هو أنا لعبت ثلاثة أربعة ثلاثة حقك عملت إنت إيه بقى في ثلاثة أربعة ثلاثة إنتاجك بالطريقة دي كان إيه صفر طيب النهاردة وهنروح بقى على نقطة تانية خلينا نمشي دي هدي أول حتة التلاتة ومعهم التوفلانكس الطرفين طيب معلش أنا بطول في دي عشان أشرحها سريعا حتة اللي بعد كده نص الملعب انت نص الملعب مين النهاردة اللي هو الديستروير اللي بيقطع لك الكورة اللي يقف لك قدام السردباكين ويعمل لهم حباية اللي هو شبه طريق حامد مش موجود طريق حامد مش موجود إصابة ماشي إرام عشور طب هتلعب جنبه اللي يلعب اللي هو أصلا راجل نمر عشرة بتلعبه جنبه ولا ألعب واحد حتى لو هو ممكن يكون مستوى أو فنيا أو كاسم أقل مثلا من أوباما ألعب براجل اللي بيلعبه حتى لو هو ناشي مجد هيني ما أنت لعبته في مون ماتش الأولين ما يلعب جنبه ما معشور على الأقل هعرف أقفل لو أنا هلعب بـ 8 أو 6 هبقفل الحتة دي النهاردة احنا متفرج يا كريم الناس كلها بتتفرج على الزمالك سجرادة لو منافس فنيا قوي شوية يعقب الزمالك مرتاح جدا في الحتة اللي كانت قدام الـ 3 سردباكين هو أبو أجابها لتقلق هو طبيعي أن أنت الزمالك وهو بنعب سجرادة مش طبيعي أنه أبو أجابها نفس الكلام اللي أنا قلته على الأهلي أن أنت الزمالك بالتشكيل الحالي أنا دائما أقول أن تشكيلة الزمالك والأهلي الحالية هم أقوى في القتن في القرارة الأفريقية مضبوط فأنت نفس اللي قلته على الأهلي أنه نزل باريس سانجرمانو ومنشستر سيدي دي ينطبك على الزمالك بتحديدا طيب إيه اللي بيحصل يا أوليد؟ عشان جمالي الزمالك طبعا غضب كبير جدا وزعل كبير جدا وفي نفس الوقت أنا دائما أقول أنه لسه زمالك في الجيم يعني لسه زمالك في المجموع يقدر يعود بس إحنا لازم نحط إيدينا على اللي بيحصل خلينا نقول أخد بس من آخر كلامك أنه قص زمالك في الجيم زمالك في كونفدرالية 2019 أول مطش خسر أربعة اتنين من جرمه وابعدين اتعادل في مصرف تكر مع ناصر حسين داي لو أن تكون الزكري هي خد نقطة من أول مطشين وبعد كده كسب البطولة كمل وتصدر المجموع وكسب البطولة لسه الجيم في الملعب لكن لازم يكون فيه معطيات يعني الجهري كان بيتكلم على بعض الملامح التاكتيكية النهاردة أنا كنت بشوف فتوح بيغطي على الوينش وبشوف حمزة المسلوسي بيغطي على محمد عبدالغاني في الوقت اللي المفروض أنت لعب تلاتة حتى لو تلاتة مساكين وحتى لو تلاتة ليهم نفس الأدوار فانت لعب التلاتة عشان تدي مساحات للاتنين البكات علشان يطلعوا يكملوا ويزودوا لكن شيكابالا ورزاق سيسي بيدوموا لجوه عشان يفتحوا للأجنحة ولا هما لما فتحوا قاموا بدور الأجنحة بالشكل الأمثل ولا يوسف أوباما كان بيكمل عشان يبقى لعب عشرة ولا سيف الجزيري كان بيتحرك لا بيفتح لجناحين ولا بيستلم جوه المنطقة فكأن الموضوع كان فيه تراهل وكل لعب بيلعب بمزاجه وما كانش فيه فلسفة من المباراة يعني أنا كنت حاسين الزمالك نازل عايز النقطة ودي كارثة في حد ذات إيه اللي بيحصل لا يخفى على أحد ونبقى يعني زي لنعمة اللي بتحط راسها في الرمل لو مش حاسيني أني فيه مشكلة حالية بين كارتيرون وإدارة نادي الزمالك وتفر ما هي المشكلة دي إيه بس لا كارتيرون إحنا حاسين أنه بيشتغل بأريحية وأنه بيشتغل بحماس ولا قدرت الزمالك طرحة فيه ثقة بالشكل الأمثل أنا كنت أتمنى قبل قصة أفريقيا وقبل ما الزمالك يدخل الزمالك النهاردة أنت متخيل أن من أول ما تلعبك تسر ربطة الزمالك لها بخمس ماتشات ثم ماتشين أفريقيا ثم ماتش دوري اللي هو كان مع سموحة في خلال كل ده الزمالك مكسبش غير ماتش واحدة فتيكر سيراميكا في الربطة ومكسبش ولا مباراة تتعادل مع بيترو أتليتكو وتخسر من سموحة وتخسر من سموحة برضو بتعامل كاريسي من كارتيرون اللي هو بيرايح كل الناس طب أنت رايحت أشرف من شرقي في سموحة وخسرت طب النهاردة ليه ما تبدأش بيه يعني إيه الداعي أن أنت ما تبدأش باللعب اللي هو المفروض السوبرستار الفريق في غياب زيزو كمان الغاز كتير إحنا محتاجين نفهمها والزمالك حط نفسه في وضع صعب أتمنى أنه يتخطى لأن مباراة الوداد الجاية للأسف قد تكون حياة أموت لمستقبل الزمالك في البطولة تكملنا كلام وليد أنت آخر تمام مباراة أنت زمالك كسب مباراة سيراميكا في سيراميكا في ربطة تمام مباراة صحيح لسا مكملين مع حضراتكم وليدي الحديدي وإحمد الجارب بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله طيب أستغلق اللي بقى وليد الحديدي وأحمد الجاهري عشان أكلمهم في اللي كان بسطني أول نهارده براميا الليج ده حاجة غريبة يا جماعة حاجة ممتعة بزيادة يعني أنت بتاخد خلاصة الكورة كورة بتتلاقي في براميا الليج حاجة الكورة اللي بتلاقي في أي حتة تانية في الدنيا حاجة تانية خالص نهارده طبعا ماتش الأول هكلمك الأول على ليفر بول ويه نارش سيتي عشان محمد صراح جاب جون حلوة أوش وليفر بول دخل المنافسة كمان دخل قوي بعد ما كنا قلنا كلنا السيتي خلص الدوش أنا بقولتش إن السيتي خلص الدوش أنت مراحل واحد صاحبنا أنا عارف أعمال عبدالله أنا عارف طيب إيه رأيك أولا جلد صلاح ممتع جدا فيه تفاصيل كتير جدا يعني هنتوعك كده إيه يعرف أنت أكل حلوة قدامك فأنت قاعد تتغذل فيها قبل ما يعني صح الرجل أولا أليسون عامل أسسته على ما أتذكر الجلدة تقرر قبل كده من سنتين أو ثلاثة بنفس اللي ستايل صح شايتها لما أليسون راح جدا أنا هفتكر الجلدة يمتع جدا على محمد صلاح بالضبط كده صلاح أولا بيعمل حاجة أنا يمكن لما سفرت كنت أتكلم هنا حتى أنا وليد لما سفرت الكاميرا وشوفته في المناعة بيعملها هو بيمتاز طبعا بالسرعة صلاح بس عنده حتة الفنت إنه هو هنزل استلم وبعدين باخد في المساحة بيعملها حلوة هو راح عمل الفنت وأليسون شايفه عمله اللي هي الكرة بتاعت الحراس دايما اللاتن أمريكا بيعملوها اللي هي الهف والي دي وتلعبت له في المساحة وإن أنا وقف بالطريقة دي والقرارات بتتغير هو كان عايز يحط لوب بعدين وقف وإنه هو يحطها بالمنظر ده جول ممتع أو يمكن ما نيه برضو جاب الحقيقة هدف نهارده الجولين حلوين جدا يعني صلاح بصراحة العيب كبير ويعني هو خلص الكلام يعني أنت ما ينفعش أنت تقول حاجة في صلاح غير يعني كل حاجة حلوة صلاح عداها أنا في رأيي كده يعني خلص ما عد يا نفس أنا أقولتك كلمة المهم إن شاء الله آه بيكبرك هو أنت لو جايت النهارده ما تتكلمش عن صلاح ناوي ما تتكلمش فهو بيكبرك تتكلم عنه وأقول إيه أنا زي أنا رجل 150 جنف 233 مبارات نهارة 17 هدف في الدوري أنا عايز أتكلم هسيبك تتكلم إحنا نجيل بعض يعني إحنا نجيل لما كان عندنا لعب مصري يسجل هدف هيا الحردات يا بيه فاكر آه هدف في الدوري ملخص لمسات زيدان قدام افسكوا في الناجن ونجيب صورته ونحطها ونجيب التشيرتي ونحطه حاجة منتعس عشنا على العمر زاكي دي يا جماعة العول في ويجان نا احنا عشنا في قصنا عمر زاكي دا قلنا داميدو بيلعب جنب مونتيل عادوا إيه في إيه ويسلم على توتي وقعد معاف نفس الليهود دلوقتي محمد صحيح جاي 150 هدف خبر قلنا بقول خبر محمد صحيح جايب جنب كريخ انت مدايق ان العيب مصري ماخدش البنان دور هو ازاي صلاح ما ياخدش البنان دور سقف التموحات بتاعتنا وإحنا كان حد يتخيل ان العيب مصري ياخد شامبينزليك لوب مبارح في المؤتمر استحب بيقولك احنا لست أقول مبارح الراجل جايب 100 جون النهارده بقى منتظرين يجيب المية وخمسين هو جايب المية وخمسين اللي هو محمد صلاح الدنيا كلها بتتكلم اه يعني انتو متخيلين مش هجيب المية وخمسين النهارده بقى ثالث اكتر لعف في دور الابطال يلعب خمسين مباراة ويسجل اداف بعد رونالدو اللي هو بيوصل بيك لليفل انت ما كنتش متخيله انا عايز اتكلم عن ليفاربول بما ان انا تكلمنا عن صلاح انت ما كنت ما كانش حد في اوروبا بيتكلم عن ليويس دياس تماما يجي الراجل ده يحطه لا بيلعب جناح بالشكل ده بيقدم الاضافة بيلعب وسط ملعب شمال وبيعمل بنتريشن واختراك بالشكل ده وبيلعب يمين وشمال والنهارده بيجيب هدف فارجع تاني لعين المدرب وازاي المدرب بطاطش واحد منه سواء بصفقة او بطاطش والملعب بطاطش فاني ممكن يغير كل شيء او دعيو الجن كلوب لأ وتتكلم في ايه عنديت العلن بلوات بتتخاني على مبيه بتتخاني على هالند بتتخاني على لعيبة ده راح مكان تاني خالص يعني معديني الميت مليون فهموا هو رايح في حاجة بسيطة كده على قدي الايد وفي نفس الوقت اخلوه لكم ببيه وعنده ميزة يا جماعة هي برضو احنا ناخد بقى من من كلام وليد حت الراجل ده عمل من لعيبة كتير جوه ليفر بول اسامي كبيرة او في كورة القادر يعني هندرسون ما قبل يورجين كلوب كان لعيب اوفر ريتد وقام يا جماعة ده ومعرفش من الاخر يعني هندرسون كان في القرى الانجليزية ولعيب على قده جد هندرسون النهاردة واحد من اهم اللعيبة اللي موجودة في دورة الانجليزية صح ارنولد ارنولد ده كان اساسا بيلعب في ليفر بول كان بيلعب جناح ناس فكرة حزني من ايامزل صغير كان بيلعب جناح اللعب بك ريت خلاه واحد من احسن البكات ريت الموجود روبرتس واحد من احسن هو الاحسن بالزبط كده فان دايك فالراجل ده عنده فابينيو فابينيو مش مرير ما دي جابه وشغله وانت هتلعب الحادة دي واحد من احسن ديسترويرز الموجودة عندك في العالم كله يمكن كلوب هو نسخة غير غير مثلا جوارديولا جوارديولا مش هنقول ان هو بيجيب اللعيب لا هو بيجيب اللعيب بيطبق الفلسفة بتاعته لكن كلوب بيعملك صح بيصنع اللعب يطبق مباراة توتنام وماتشوستر سيتي النهاردة متعة يعني دي قمة المتعة طبعا الحمد لله اني خلصت كده في عاكيد كنا نا امكشوست تخلص أصلا لا طبعا لان احيز نكمل الصم بص انا بحب الماتشوات اللي هو فيه كونتي وفيه غيرديولا فانت هتتفرج على حاجة كنت طبعا بالباور والكرينتا والقصة دي النهاردة 14 تزديدة للسيتي مقابل 7 لتوتنام فتطلع في الاخر 3-2 فكرة ان انت يبقى عندك مهاجم زي هاريكين فانت كده وصلت لنص المسافة اللي ممكن تكسب بها اي مباراة طبعا ماتش فارق وممكن يكون فارق في مستقبل الدور الانجليزي ويا ريت متفرج على ماتشو زي ده كل يوم يا ريت اللي هو بيقول خلاص داخل المنافسة مرة اخرى والسيتي غريب يعني اصلا هو السيتي ده او جورديولا حاجة غريبة كده انت ممكن تعمل كل حاجة في الكور وتقفل معاك يعني نهاردة انا شفت برضو بيبجورديولا كان بيعمل كل حاجة يعني هو اللي مسل الكور هو اللي بيشتغل بس سون وهاريكين هاريكين وسون سونائية مدهشة دي حقيقة بس في حيطة برضو الناس بتبقى غافلة عنها شوية كده هو الرم بتاعة جورديولا بقى لها كتير قوي فطبيعي لازم توقف ولما هتوقف ممكن ياخد كذا ماتش وارا بعد او ممكن يلحق نفسه هنا بقى الجورديولا هو اللي هيحصل من الامر ده الدروب اللي هيحصل ده هيكمل ولا انت هتلحق نفسك وتكمل الرن اللي انت كنت بتعملها وتطلع وتطلع تاني هو ده السؤال اللي هيجاوب عليه جورديولا جورديولا عموما بنشوفه لما بيركب بصعب قوي انه هو يقع هو على طول طيب انا فضلت جيئة انا زي ده لما بقى بلايستيشان باكسب باكتساح بلايستان جرمان نازل النهاردة بالثلاثة المرعب نيمار وميسي ومبابي بيخسر 3-1 من نان هو ده بيحصل ازاي وده غير بعيد من فل تيم وورا وفيراتي اللي هو فول تيم يعني انت نازل بفول تيم فنالدوم وفيراتي وإدريسا جانا جايه وكم بيمبي ويعني الفرقة كلها نازلة غريب طبعا هو ده واضح انه هو الرياكشن بتاع ماتشو ريال مادريد يمكن عمله جهد كبير هم معدوش مركزين في الدوري بشكل كبير خلاص هم تشبه حسم ويعني اللي ديج عندهم لكن باريس سان جرمان من الفرق اللي ما تطمنكش يعني مع كل ده الفرق اللي ما بتعرفش الدفع كويس اللي ما عندهاش منظومة دفعية واضحة اللي ما عندهاش لعب اثنين لعيبة من الثلاثة اللي قدام اللي بيدافعوا كويس يعني ما تنتظرش انهم ما يفوزوا اي مباراة بسهولة وليد انت شرفت ونورت هاستمتعت جدا بتواجدك النهارد جارك العادة باستمتعت بتواجدك معايا شكرا 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 حبيبي يا ظهر طيب دي نهاية حرقتنا النهارده يارب تكونوا استمتعتوا معانا ومرة اولى ومرة تانية ومرة تالتة ومرة اخيرة كل الدعم للاهلي كل الدعم للزمالك لو كنا بنشاور على حاجات فنية في الملعب فدي الكورة هنشاور على حاجات فنية المهم ان اللاعبين يفهموا ان دا مش ضغط عليهم الاجهزة فنية يفهموا ان دا مش ضغط عليهم امش هتكلم علي انا وهينا البرنامج هتكلم على الجماهير جميل اهلي والزمالك لو ضغطوا او زعلوا من حاجة هم بيتكلموا على حاجات هم فعليا شايفين هوا هي حاجات حقيقية المهم نلاقيب اتركز وجهاز الفني يركز عشان المشوار لسه قائم اشتركوا في القناة